وبعد أن وقفنا على مفهوم الاستعمار وتاريخه نقف الآن على أهداف الاستعمار ما هي أهداف الاستعمار؟ إن أهداف الاستعمار كثيرة متعددة لكن يأتي في مقدمتها بل في أخطرها على الإطلاق الهدف الديني والهدف الديني هو الهدف الأسمى الذي يسعى الغرب إلى تحقيقه يريدون هدم الإسلام عقيدة وشريعة لأنه يمثل قوة الأمة المسلمة ثانيا الهدف الاقتصادي إن الله عز وجل قد حبى أمة الإسلام بخيرات وفيرة طمحت إليها نفوس الاستعمار أو نفوس الغرب فهدفوا إلى تحقيقه ثالثا الهدف السياسي إن الأمة المسلمة تكمن وحدتها في قوتها السياسية وفي وحدة حكامها وقادتها فعمل الغرب على تفتيت تلك الوحدة إنها أهداف تحتاج إلى خطة وقد بزل الغرب خطة بدأت بالاستعمار العسكري لكنها لم تفلح وعندئذ بدأوا في تغيير خطتهم كوضع خطة بديلة فما هي؟ إن الغزو الفكري هو الخطة البديلة وهو يمثل أقوى الخطة وأخطرها بل أشرسها على الوجه الإطلاق لماذا؟ ومن الذي أسسه؟ وما هي الأسس التي وضعها؟ أما لماذا؟ فإن قوة الأمة تكمن فيما حباها الله به من قوة بشرية واقتصادية ودينية ولذلك عملوا على تغييرها ولأن الاستعمار العسكري لم يفلح فعاملوا على تغيير الخطة البديلة ثانيا من صاحب الفكرة؟ إنه لويس التاسع وما هي الأسس التي وضعها في مؤامرته على الإسلام؟ إن الأسس تكمن في النقاط التالية واحد تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى سلمية تعمل على تحقيق ذلك الغرض ثانيا تجنيد المبشرين الغربيين لمحاربة تعاليم الإسلام ثم القضاء عليه وهذا يؤكد أن أهداف الغرب أهداف دينية ثالثا استخدام مسيحي الشرق في تنفيذ سياسة الغرب إن مسيحي الشرق يمثلون قنابل موقوتة تحركها يد الغرب المستعمر أينما شاءت وفي أي وقت أرادت ثالثا إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الإسلامي ما الذي صنعته قوى الشر المستعمرة لتنفيذ تلك المخططات وتحقيق تلك الأهداف وتنفيذ تلك المؤسسات هذا ما سنتعرف عليه في الصفحات التالية